كشفت قيادة عمليات بغداد ملابسات محاولة اقتحام موقع أسد بابل الذي هو قيد الإنشاء في مدينة أبو غريب في العاصمة بغداد مما أدى إلى مقتل وإصابة شخصين وذكرت القيادة في بيان أن الشخصين حاولا الدخول إلى موقع أسد بابل السكني والذي هو قيد الإنشاء في قضاء أبو غريب لغرض السرقة ودفعت الحادثة حراس الموقع وهم من المدنيين إلى إطلاق النار عليهما أدى ذلك إلى قتل أحدهما ونتيجة لذلك قام ذوي المقتول وساكنين في القرية المجاورة للشركة بمحاولة اقتحامها وإطلاق النار بشكل عشوائي هناك وأدت محاولة اقتحام الموقع من قبل ذوي المجني عليهم إلى حدوث أضرار مادية بالعجلات الموجودة في داخل المجمع وذلك وفقا للبيان وعلى إثر ذلك لفت البيان إلى أن قوة من لواء المغاوير قيادة عمليات بغداد توجهت لتطويق المكان وإلقاء القبض على 16 متهما وهم أطراف الحادث ومن ضمنهم حراس الموقع والقاتل وتسليمهم إلى الجهاز ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم